إمتى المرحلة اللي بعرف فيها إن ممكن الطفل أو الجنين يكون عنده مشكلة وبالتالي بحاولها تدخل فيها طبي فترة الحملة عبارة عن 9 شهور بنقسمها إلى 3 أجزاء 3 شهور الأوانين 3 شهور الثانين 3 شهور الأخر 3 شهور الأوانين بويضة بتتخصب بحيوان منع وتبتدي تنقسم هذه البويضة في أول 3 شهور ودي أخطر مرحلة تكوين الجنين بعد كده بتبتدي تتكون الأعضاء في الثاني مرحلة ثاني 3 شهور بتتكون الأعضاء أخ مرحلة اللي هي المرحلة 3 شهور الأخرى بتبتدي تنضج هذه الأعضاء وتنمو وتشتغل يعني رئة تبتدي تتسع وتشتغل القلب يبتدي يشتغل المخ بيشتغل العددلات والعمود الفقري بيتناسك مع بعضه والطفل يبتدي يتحرك ونتابع هذا النمو الخلل الجين أخطر العيوب الخلقية بتظهر في أول 3 شهور 3 شهور الأوانين من الحامل دول مهمين جدا وعايز أقول لكل إمرأة بتسمعنا مقبلة على الحامل أنت بتعرف إنك حامل بعد ما بتكوني قريدي فيك جنين بقاله 15 يوم ودي تبقى فترة مجهولة بالنسبة لها يعني هي بتعرف إمتى أنا حامل الدورة الشهرية ما جاتش طب ممكن يكون إيه بنفكر أعرب حاجة أنها تكون حامل بس أنت حامل بقالك 15 يوم ليه بقولي الكلام ده عشان كل واحدة ست مقبلة على الحمل أو بتستعد للحمل لستخد بالها ما قبل حدوث الحمل ده مهم جدا علشان الـ 15 يوم الأوانين ليتكوين البويضة المخصبة دي وبداية انقسامها دي مهم جدا إن أي حاجة غلط بتحصل في الفترة دي بتؤدي إلى عيوب خلقية في الأطفال